البكتيريا المعوية والمعدن الثقيلة والأمونية سبب نفوق آلاف الأطنان من أسماك الفراط في العراق حسب منظمة الصحة العالمية المنظمة أجرت تحقيقاً مشتركاً مع وزارة الصحة العراقية خلص إلى أن هذا التلوث لا يشكل خطراً على صحة البشر إلا أنها قررت إجراء تحقيق ثان يتعلق باحتمال انتقال عدوى فيروسية للأسماك تسببت في نفوقها في الفترة الماضية طفت آلاف أسماك الشبوط على سطح نهر الفراط وهي تستخدم في إعداد طبق المسجوف الشعبي في العراق بالمقابل نفى مسؤولون عراقيون التسمم المتعمد في حين تكبد مزارع الأسماك خسائر فادحة يعني من المياه غير الصالحة الكثير من المياه النفايات تلقى في نهر الفراط ومن الطبيعي أن نتوقع أن تكون هناك تغير في نفس تركيبة الماء مما يؤدي إلى تكاثر أنواع خاصة من البكتيريا قد تكون هي السبب طبعاً احنا أيضاً اطلعنا على تقارير تشير إلى وجود هذه الالتهابات البكتيرية أو حتى أنواع خاصة من الفيروسات قد تكون هي السبب المباشر العراق يعاني من نقص إمدادات المياه وتلوثها خاصة جنوباً في البصرة حيث تسمم في أغسطس الماضي عشرات الآلاف من المواطنين بعد شرب مياه ملوثة كيميائياً وذات نسبة ملوحة مرتفعة كما ينخفض منسوبة دجلة والفرات بسبب إقامة سدود في تركيا وقطع إيران بعض الروافد المغذية لنهر دجلة إسماعيل الخولي العربية